هي صور تعود بنا إلى الزمن الجميل بينما ظلت شهدة على ماضين العريق حيث بيوت الحجر والطيني مزالت قائمة بذاتها منذ عقود وعقود حتى اليوم بناية قدمة تبقى صامدة في وجه الطبيعة القاسعة بينما أخرى تحولت إلى أطلال ولكنها أمست تستهوي اهتمام النشطاء الجمعويين والمواطنين على حد سواء هذه الأمور بالأجدر أننا نثمنوها ونحافظوا عليها بيش تكون مادة الأجيال القادمة سواء في الجامعات ولا في المعاهد تدرس هذه جزء من تاريخنا بناها الأجداد بحجارة مستطلة الشكل أسقفها من القرميدي وجدرانها على شاكلة واحدة تتميز بطابع عمراني ريفي يعكس طبيعة الحياة القروية أنذاك نحن كمنظمة نحافظ طورات المادي من خلال برنامجنا الوطني المستطر من طرف المنظمة ونحن نحب أن نبرز المؤهلات السياحية لولئة أم البواقية في شتى المجالات خاصة في الطورات المادي لها هو رايح الانقراض رحلة الاندفار لابد علينا أن نتعاون جميعا وفيما ظلت بيوت الحجر تشكل إرثا عمرانيا قديما ينبغي العمل على تحويلها إلى معالم تاريخية للذاكرة خاصة تلك التي شهدت محطة حاسمة من محطات الثورة المجيدة تعتبر المنازل القديمة من المعالم التاريخية المهمة التي تروي فصلا مهما من تاريخ المنطقة وتاريخ الجزائر إذا أنها تعكس النمط المعماري الذي يعتمد على البناء بالحجارة والطين على غرار منزل مركز التعذيب فور ببلدية بئر الشهداء وكذلك مع برج الحاكم بأم البواقي وكذلك محطة القطار الجزية بفكيرينا ومن الضروري والأكيد أنه لا بد أن نقوم بتصنيف وحماية هذه المعالمة التاريخية في إطارها القانوني وكذلك ترميمها حتى تبقى جزءا مهما وشاهدا على تاريخ المنطقة وتاريخ الجزائر فالبيوت الريفية حيث الصخر والطين والقرميد جميلة بلمستها المعمارية القديمة وذاكرة متجدرة في عمق الريف الجزائري اشتركوا في القناة